السلام عليكم بعد ما قرأت قصة اللعبة وشفت اكثر من فيديو موقع لشرح القصة عملتلكم ملخص لقصة ريزدنت ايفل من الصفر وربطتلكم كل جزء مع الجزء اللي بعده ففي هذا الفيديو رح نتعرف على قصة ريزدنت ايفل والمختبر السري تحت الارض وتطورات الاحداث يعني فيديو ممتع من اوله لاخره فبتمنى لا تنسى تضبطنا باللايك والاشتراك وتعليق جميل وبس خلونا ابدأ بتبدأ القصة في 24 من شهر يوليو عام 1998 وبعد احداث لعبة ريزدنت ايفل 0 تبدأ احداثنا مع ريزدنت ايفل 1 حول سلسلة من جرائم القتل اللي صارت في منطقة جبال اركلاي الموجودة في شمال مدينة راكون الخيالية طلبوا من وحدة التكتيكات الخاصة والانقاذ ستارز انهم يروحوا بمهم التحقيق في مصدر جرائم القتل لكن فريق ستارز اختفى وانقطع لاتصال فيهم عشان هيك ارسلوا فريق ثاني اسمه فريق الفا حتى يبحثوا عن الفريق المفقود وحدة فريق الفا لقوا طائرة وهي الطائرة كانت ما فيه اي دلائل على وجود ناجين لهي الطائرة طبعا وجدوا ايد مقطوعة بس ولكن كان الفريق يبحث عن اي دلائل هجموا عليهم اثناء بحثهم كلاب متوحشة واحد من هاي كلاب قتل واحد من اعضاء الفريق وهو جوزيف فعشان هي قائد المروحية ابراد خاف وهرب الطائرة لحاله فاضطر باقي الفريق انهم يتخبوا بقصر قريب منهم وكان مبين انه هذا القصر مهجور ما قدروا فريق الفا انهم يغادروا القصر بسبب وجود الكلاب حوالينا القصر وهيك ظل معنا اربع اشخاص وهم وسكر وكريس وجيل وباري طبعا باعتمد على حسب الشخصية اللي انت راح تختارها في اللعبة على ايش راح هذا الاشر راح يعتمد راح يعتمد على الشخصية اللي راح تنفصل عن باقي الاشخاص وما راح يقدر يوصل للقصر فمثلا باري ما راح يقدر يوصل للقصر في حال اخترنا اللعب بشخصية كريس وكمان كريس ما راح يقدر يوصل للقصر في حال اخترنا اللعب بشخصية جل المهم فجأة بسمع الفريق صوت طلقة نارية وبتروح الشخصية اللي انت اخترت اللعب فيها انه يتحقق من الصوت وهناك بيبدو باستكشاف القصر واحد من اول الاستكشافات انه بشوف الزومبي وهو بوكل احد الاعضاء فريق برافو اسمه كينث وكمان اثناء البحث في القصر بتجد هاي الشخصية بقية اعضاء فريق برافو مثل ريتشارد ايكن وهو بيموت بالسم وبيعت الشخصية اللي انت اخترتها جهاز الراديو الخاص فيه قبل ما يموت وكمان بنلاقي شخص تاني من اعضاء فريق برافو اللي اسمه فورست سبير طبعا بوجده ميت وكمان بنجد العضو انريكا مارينا واللي بيخبر الشخصية عن وجود خائن من اعضاء الفريق وقبل ما يقدر انه يعطيك الاسم الشخص الخائن فجأة بيموت بطلقة نارية وما بنعرف مين الاطلق عليه وبعد ما نستمر بالمشي بالقصر بنجد انه القصر معبى بالالغاز والافخاخ والرعب ومن الاوراق المنثورة والموجودة بالقصر بنفهم انه كان فيه سلسلة من التجارب غير المشروعة في المكان واللي كان يعملها هم فريق بحوث سرية تحت سلطة واشراف شركة الطب الحيوي اللي تسمى بامبريلا فالمخلوقات اللي حوالين القصر والمنطقة هي نتائج هاي التجارب واللي عرضت افراد القصر وانواع من الحيوانات والحشرات لفيروس بيولوجي الشديد العدوى والتشوهات الخلقية المعروف باسم فيروس تي بعد ما تنتقل في سلسلة من الانفاق تحت الارض والممرات والمباني بيكتشف اللاعب مختبر سر تحت الارض بيحتوي على تجارب شركة امبريلا ومن ضمنها اشي اسمه التايرنت هذا التايرنت عبارة عن مخلوق رح نحكي عنه كمان شوي المهم في المختبر بيعرف اللاعب انه وسكر هو عميل بيعمل مع امبريلا وبيخطط لسرقة الابحاث والقضاء على الفريق بسبب معرفتهم لمخططاته مخططات الشركة وانه الخائن هو بيري وبالفعل وسكر بيكون يهدد بيري بقتله وقتل عائلته لكن وسكر بيموت بعدين عن طريق واحد من الوحوش بعدين بوجد اللاعب الشخصية الاخرى اللي ظلت في زنزانة محطوط فيها بيكون وسكر هو اللي حبسوا فيها لكن اللاعب بيختلف من شخص لاخر حسب الشخصية اللي انت اخترتها فعشان هيك انا كل شوي بيقولكم لاعب او شخصية لانه حسب الشخصية اللي انت اخترتها راح يكون الشخصية الثانية المحبوسة المهم بعدين بهربوا الثلاث اللي ظلوا من القصر وبروحوا على طائرة او المروحية انهم يهربوا فيها لكن اثنين بنفصلوا عنك او الاثنين البقيين بنفصلوا عنك بسبب الزومبي وبالاخير بعد ما توصل هناك لمهبط الطائرات وتهرب بتلاقي هناك ابرادو بتتصل فيه وبتحكي معه وبتقابل باقي الشخصيات اللي نجت لكن هناك بهجم عليكم التايرنت التايرنت اللي هو المخلوق الضخم بيكون نتج بسبب تعرضوا لفايروس تي لكن لمدة طويلة وبعد ما تتغلبوا على التايرنت بتهربوا في الطائرة وبتدمروا المنشأ بالكامل بسبب متفجرات من خلال نظام تدمير آلي بتكونوا فعلتوا اثناء لعبكم للعبة بعد ما انتهينا من احداث ريزدنت ايفل 1 رح نبدأ نحكي عن احداث ريزدنت ايفل 2 اللي بتكون احداثها بعد شهرين من احداث ريزدنت ايفل 1 وفي نفس وقت احداث ريزدنت ايفل 3 اللي رح نحكي عنها كمان شوي هون احداثنا بتكون في مدينة راكن واللي تحول جميع سكانها تقريبا لمخلوقات زومبي بعد انتشار فيروس تي فيروس تي هو نوع جديد من سلاح بيولوجي تم تطويره بشكل سري عن طريق شركة الادوية امبريلا ويوجد في اللعبة هون بطلين وهم ليون كيندي ضابط الشرطة في يوم الاول في القوات المحلية وهون بتبدو معنا القصة وكلير ريدفيلد هي طالبة في كلية تبحث عن اخوها كريس بعد ما وصلوا اثنين مع بعض للمدينة بروح على قسم الشرطة حتى يطلبوا الحماية من السكان المتحولين لكن هناك بيكتشفوا انه اغلب اعضاء الشرطة تم قتلهم وانه كريس غادر المدينة حتى يحقق في مقر امبريلا الموجود في اوروبا بما انه كريس اخو كلير غادر المدينة وليون كان هدفه انه يلاقي شرطة لكن الشرطة اغلبهم مايتين فقرروا انهم يبحثوا عن مهرب لكن بعد ما يجدوا اين اجين وفعلا بالاخير بتلتقي كلير بفتاة اثناء هروبهم هالفتاة الصغيرة اسمها شيري واللي كانت بتهرب من مخلوق غير معروف وكمان ليون بيقابل وحدة اسمها آدا وونغ اللي بتحكي انه هي صحفية بتبحث عن صديقها واحد اسمه جون وهو باحث بيعمل في شركة امبريلا اثناء هروبهم بيفهم انه في واحد من قائدين الشرطة اسمه براين ايرونز تم رشوته من امبريلا حتى انه يخفي الادلة على تجربهم في ضواح المدينة وكمان اخفى عملية تطوير فيروس جديد اسمه جي وهو قادر حتى انه يحول الانسان الى سلاح بيولوجي عظيم بحاول ايرونز انه يقتل كلير لكنه بقتل عن طريق مخلوق اصيب فيروس جي في قسم الشرطة وبهاي اللحظة كلير وشيري بهربوا مع بعض لكن بينفصله وكمان من الجهة الثانية عندنا ليون وآدا كمان هذولاك بينفصله عن بعض لكن بعدين آدا بتلتقي مع شيري وبتأخذ منها قلاد ذهبية بتكون فقدتها اثناء الهرب بتجتمع ليون مع آدا مرة ثانية وهناك ليون بيحكي لآدا انه من واجبه حمايتها بعدين ليون وآدا بيقابلوا امرأة في منتصف العمر بتطلق النار على آدا لكن ليون بتصدر الطلقة وهو بنصاب فيها فآدا بتترك ليون وهو فاقد للواعي وبترح بتلحق المرأة حتى تعرف شو قصتها وليش اجت اطلقت عليهم النار وبعد ما تمسكها بتحكي المرأة لآدا انه هي والدة شيري البنت الصغيرة وانه اسم هاي المرأة او بتحكي لها انه اسمها أنت وهي زوجة وليام بيركن هذا وليام بيركن بيكون عالم عند أمبريلا وهو اللي انشأ فيروس جيب وحتى انه يحاول يحمي نفسه سرقت اختراعه من قبل أمبريلا شو بروح بيعمل بيحقن نفسه بالفيروس فهذا الاشي بيحاوله الى مخلوق مشوه وهو هسه قاعد بيحاول انه يجد بنته شيري يعني بمعنى عام قاعد بطارد فيها اثناء ما بيحكوا مع بعض أنت بتتفرج على آدا وبتكتشف انه القلادة اللي معها هي قلادة بنتها شيري فبتحاول تأخذ منها القلادة لكن آدا بتتعارك مع أنت اللي هي والدة شيري وبعدين أنت بتسقط في الماء فهونا بتكتشف آدا انه القلادة الذهبية بتحتوي على عينة من فيروس جي وبعدين بتقرر انها ترجع لليون حتى تعالجه وفي نفس الوقت اللي صارت في الأحداث اللي حكيتها قبل شوي بتكون كلير التقت مع شيري كمان مرة واكتشفت انه بيركن اللي هو أبو شيري اللي تحول لوحش زرع في بنته الفيروس حتى انه ينتج سلالة جديدة بعدين بتقدموا كله من ليون وكلير وآدا وشيري كلتهم بلتقوا مع بعض وبتقدموا في مصنع مهجور متصل بمنشأة أمبريلا للأبحاث السرية تحت الأرض بعدين فجأة بهجم عليهم بيركن وهناك بتصاب آدا إصابة شديدة فليون بروح بوهرب بشرعة جوه المعمل حتى انه يلاقي علاج لجراحة أثناء ما كان ليون ماشي في المنشأة حتى يلاقي علاج لآدا بلتقي هناك مع أنت اللي بتشرح له انه علاقة آدا بجون كانت بس حتى انها تحصل على معلومات سرية من شركة أمبريلا وانه آدا هي جاسوس تم إرساله لسرقة فيروس جي لمنطقة غير معروفة وفجأة كانت أنت راح تطلق النار على ليون لكن فجأة بظهر وحش التايرنت وكانت هون مجبرة انها تتراجع وتهرب فبعدين تيجي آدا لإنقاذ ليون وبتتغلب على الوحش لكن هذا كان كل ياته مقابل حياتها فهناك وقعت من الجسر المعلق وماتت خلال لحظة موت آدا بتحاول أنت إنها تهرب مع عينة ثانية من فيروس جي وهناك بتتعرض لإصابة بجروح قاتله بسبب لها إياها زوجها بيركن وقبل ما تبوت بتخبر كلير كيف بيمكنها أنها تصنع لقاح يوقف الفيروس اللي أصيبت فيه شيري بمنحها من التحول وبعدين فعلا كلير بتروح بتجهز العلاج وبالتقي ليون مع كلير في قطار إنهم يهربوا مع بعض وهناك كلير بتحقن شيري باللقاح وهيك بتتعالى تشيري أما بالنسبة لبيركن بحاول يهاجمهم على القطار فعلا ليون وكلير بخرجوا من القطار وبشغلوا نظام التدمير الذاتي وبتفجر القطار وبموت فيه بيركن فأتوقع هيك مع نهاية قصة الجزء الثاني إنها بتكون آدا مش جاسوسي أبدا هي بتكون أنت ممكن هي الجاسوسي لأنها حاولت تأخذ فيروس جي لكن جوزها بيكون قتلها أما بالنسبة لآدا فهي حاولت تنقذ ليون قبل لا تموت بالنسبة لباقي تكملة القصة أكيد رح أكملها بالفيديو الجاي في حال عجبكم هذا الفيديو وشفت عليه دعم كبير طبعا لهنا إحنا انتهينا من قصة الجزء الأول وجزء الثاني بشكل كامل أتمنى أن نكون عجبكم وستمتعته فيه أكيد في تكملة للأجزاء الجاي فإذا حابين أنكم تستمتع في القصة أتمنى تحطوا لي لايك واشتراك في القناة وتعليقاتكم هي أجمل إشيء في الفيديو فبس نراكم ومع السلامة